لم يقدم المبعوث الدولي إلى سوريا جير بيدرسون أنباء صار حول تقدم مساعيه لكنه طلبت تعويض عن نقص الثقة بوقف النار في سوريا لا سيما في محافظة إدلب وأثنى على الدعم الروسي لجهود تشكيل اللجنة الدستورية التي يعتبرها مفتاحا للحل اللجنة الدستورية يمكن أن تكون مفتاحا لباب الحل لكنها لا تستطيع فضى النزاع أو تقليص التحديات التي تواجه سوريا بالمقابل شنت الولايات المتحدة هجوما شديدا على سوريا وعلى مندوبها بشار الجعفري واتهمته بتزوير الحقائق وتعهد المندوب الأمريكي بإبقاء العقوبات على سوريا إلى حين الالتزام بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة لكن مندوب سوريا رد بأن الإدارة التي تبارك الاحتلال وتشجع العدوان هي التي تعبث بالقانون الدولي وتهدد مستقبل الأمم المتحدة وذكر بالثوابت السورية من دون تكاتف جهودنا جميعا والوقوف إلى جانب الحكومة السورية للقضاء على الإرهاب ومن دون إنهاء التواجد الأجنبي غير المشروع على كامل الأراضي السورية وإنهاء الإجراءات الاقتصادية أو حديث الجانب ومن دون المحافظة بشكل فعلي على وحدة وسيادة واستقلال سوريا فإن أي مسار سياسي لا يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور يبقى حلا غير واقعي ولا أفق له أما مندوب روسيا فسخر من المزاعم بأن قوات بلاده تستهدف المدنيين بالتذكير أن هيئة تحرير الشام تمارس الإرهاب ضد الكل وأن الرد عليها مركز وغير عشوائي الجهود الدولية لحل الأزمة السورية تبدو متعثرة حتى الآن لذلك توجه العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى قمة العشرين في أوساكا من أجل وضع سوريا على رأس جدول الأعمال نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين